أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفصل أنا عارف أن حضراتكم مساء كل خميس وفي نهاية الحلقة بتبقوا منتظرين هذه الفسحة أو هذه المساحة الدينية الجميلة اللي احنا بنحرس عليها كل أسبوع والحقيقة أن احنا بنحرسين عليها لسببين السبب الأول أن احنا بنحاول نبقى مختلفين شوية في التعاطي مع هذه المساحة اللي بتخاطب الروح وبتخاطب الوجدان وبتخاطب العقيدة وبتخاطب العقل والفكر عند كل مسلم بمنطق أن احنا بنشوف الأشياء اللي احنا عايشين فيها ومحل جدل ومحل خلاف وكثير من المسلمين وأمة محمد بيختلفوا فيها وبيفكروا فيها وبيحاولوا يصلوا فيها إلى قضية أو بيحاولوا يصلوا فيها إلى حل أو إلى اتفاق رقم اتنين أن احنا طول الوقت بندور على الطريقة الصحيحة في التفكير أن احنا بنحاول أن احنا ما نقول لكش الصحي بس بنقول لك إزاي توصل بطريقتك وبعقلك وبإيمانك وبفهمك أنت للدين إلى الصح لأنه محدش يمتلك الصح المطلق صح المطلق والحق المطلق هو ربنا سبحانه وتعالى في حاجة تالتة كمان حياة نبع حدثين فيها في هذه الفقرة على أن احنا ننتقي لك أفضل الورود من أجمل البساتين عشان كده النهاردة معانا واحد من أهم علمائنا ومن خير المتحدثين والحقيقة أنا تبعته كثيرا أول مرة أتشرف باللقاء معاه بس أنا تبعته كثيرا قبل كده والحقيقة يعني استحسنت فكره وعقله وجودة خطابه عشان كده هو مشرفنا ومنوارنا النهاردة واحد من أهم علماء الأزهر أستاذ الدكتور عبدالشافي الشيخ المشرف ومنوار أهلا وسلم بحضرتك والسادة المتابعين والمشاهدين وكل سنة ومصر والإنسانية كلها بخير ويا رب يعود الأيام الخير اللهم أمين مشرفنا ومنوارنا وأول مرة وإن شاء الله ما تبقاش الأخير يبقى فيه سلسلة لقاءات كده نمتع فيها سادة المشاهدين ونفدهم في هذه الفقرة إن كان فيه سعادة في النهاردة والليلة دات فسعادة ليه أنا أكتر من سبب قوة القناة وقوة البرنامج وقوة الموزيع اللي ما حدش يختلف عليه أبدا فأنا اللي متشكر جدا نحن دايما بنكلم عن المواضيع محل الاهتمام والجدل هذه الأيام لأنه دورنا طول الوقت أن نخاطب عقل المسلمين بما يسألون وبما يفكرون أعتقد أن قضية هذه الأيام هي قضية الاختلاف كيف أسس الإسلام والثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لثقافة الاختلاف وحرية الاختلاف بل بالعكس أنه في بعض الأحيان أوصى بفكة الاختلاف من أجل الشورى عشان تبقى وقدة حقها في اتخاذ القرار رقم 2 نوضح كمان فكر الإسلام فيما يتعلق بالفارق ما بين الخلاف والاختلاف بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومغلانا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شيئت سهل وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أشكر للقناة الجميلة اختيارها لهذا الموضوع لأن موضوع الساحة وما فيش عصر ولا مصر ولا بلد ولا فترة زمنية تخلو من أهمية الخلاف لأن إحنا دي طبيعة ربنا سبحانه وتعالى إحنا أمام سنة سنة إلهية إيه سنة إلهية؟ ربنا تبارك وتعالى لما خلق الخلق أجرى عليه سنن هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير قال تبارك وتعالى وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِدِيلًا وقال تعالى وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا من هذه السنن التي أجراها الله تبارك وتعالى على جميع من سواه وعلى جميع اللي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى هي سنة التغاير أو الاختلاف ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقوله وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً يعني كل دف مقدور ربنا سبحانه وتعالى ولكن لحكمة هنتكلم عنها جعلهم مختلفين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ يعني دي سنة من أجلها عمر الكون ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم يعني علة الخلق أن ربنا يجعلنا مختلفين صحيح مش مختلفين بالمعنى المزموم لأن أنا عندي اختلاف مزموم وعندي اختلاف محمود عندي اختلاف ممكن نطوعه لخدمة البشرية وهو الاختلاف الذي نتكامل فيه أنا وحضرتك إحنا أمام سنة بمعنى أن الاختلاف في كل شيء الاختلاف في الشكل الاختلاف في اللغة الاختلاف في اللون وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الاختلاف آية من آيات الله تبارك وتعالى ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني ده آية لماذا لا نقر بالاختلاف في العقل ولماذا لا نقر بالاختلاف في الزهن يعني احنا كلنا متأكدين أنه فيه فارق في الشكل وفيه فارق في الطول والقصر وفيه فارق في الملامح وفيه فارق في اللون وفيه فارق في الغنى والفقر اشمعنا لما نيجي نتكلم عن موضوع الزهن وموضوع الفكر عايزين نخلي الناس كلها خط واحد هذا لا يستقيم يعني الدنيا أصلا لا تستقيم أنه كلنا نبقى خط واحد ربنا بيقول ولذلك خلقهم يعني دي سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى يعني هنا الرسالة الواضحة أنه من يدعي أنه هو صاحب الفكر الصواب وصاحب المنطق الصواب وصاحب حتى الفهم الديني الصواب هنا بيشتغل عكس سنة ربنا سبحانه وتعالى في حكمة القلق اللي هي المبنية على الاختلاف سنة الاختلاف أجراها الله تبارك وتعالى على كل الناس خلقهم بدءا بالملائكة حضرتك ورد آيات في القرآن الكريم وأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوضح لنا أن الملائكة مختلفين ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ما كان لي من علم بالملائي الأعلى ملائي الأعلى مش جمهور الملائكة ده صفوة الملائكة صحيح إذ يختصمون الاختصام نوع من النوع الخلاف في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي وقال له أتدري فيما يختصم الملائكة الأعلى أنت عارف الملائكة الأعلى يا محمد بيختلفوا في إيه قال له يا رب فأشار له الله تبارك وتعالى أنهم بيختلفوا في الكفارات والدرجات يعني الكفارات مش عايزين نطلع بره الموضوع المهم أن عندهم نوع اختلاف المهم أن فيه اختلاف حضرتك عارف أن الأنبياء كمان اختلفوا في الجيل الواحد سيدنا داود مع سيدنا سليمان يعرض عليهم قصة واحدة وحادثة واحدة وكل واحد ليه فكر في الاستنباط وكل واحد ليه فكر في رؤية الموضوع ومع ذلك القرآن الكريم عرض لنا الفكرين ومع ملناش أي مشكلة كمان إذا تركنا شريحة الملائكة وإذا تركنا شريحة الأنبياء ودخلنا مع الصحابة الصحابة اختلفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنبع اللي إحنا بناخد منه الأحكام سمح بدا قرآن الكريم نزل على سبعة أحرف يعني كأنه بيقول لنا يعني يلا ورون شطرتكم ورون الفكر بتاعكم ورون الزهن بتاعكم كان الصحابة ورضوان الله عليهم يختلفون أمام النبي بس اختلاف ايه؟ اختلاف إيجابي مش اختلاف اللي هو بياخد صورة يعني خلاف وعدائية وشقاق وفرقة أنا عندي الحفاظ على الصف مقدم على أي حاجة تاني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وعندي مثالين على وحدة الصف وأهميتها مع مراعاة الخلاف أول مثال كان بين سيدنا موسى عليه السلام وبين سيدنا هارون سيدنا موسى طلع عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى في الفترة دي رجع لقى قومه بيعبدوا العجل حاجة مش سهلة يعبدوا العجل يا جماعة دي أنا جاي أقول لكم وعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فطلع بقى يعني رجع غضبان على سيدنا هارون عليه السلام فلما سيدنا موسى كلم سيدنا هارون قال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري فإحنا قدام قضية كبيرة جدا قضية إن الناس دي كفر بالله الناس دي بديل الدين سيدنا موسى عشان هو راح يجيب لهم أحكام من عند ربنا سبحانه فموضوع مش سهل تخيلوا إن سيدنا هارون عليه السلام آثر الهدوء وآثر الحفاظ على الوحدة لما رجع سيدنا موسى عليه السلام أخذ برأس أخيه يجره إليه ويجره من لحياته فسيدنا هارون يقول له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي يعني إيه المستفاد من هذه القصة إن سيدنا هارون عليه السلام آثر إن يترك هذا المعصية وهذا الخلاء هذا الشزوز عن دين الله مقابل إن يحافظ على وحدة الصفة ده مثال عندي مثال كمان تاني مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعرف حضرك اللي راح الكعبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها قريبا إن شاء الله الكعبة مبنية الآن مش على أساسها الأولان اللي بنا سيدنا إبراهيم بدليل إن احنا في حجر سيدنا إسماعيل كده بنصلي جوارك ومن صلى في حجر إسماعيل كأنه صلى داخل الكعبة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول متحدث الرسمي باسم الدين الإسلام ومع ذلك مرضيش النبي صلى الله عليه وسلم إن يهد الكعبة ويبدأ يبنيها من دي معينه ما حدش هيعرضه بس خاف على وحدة الصف وقال للسيدة عائشة يا عائشة معينه ده غلط أو يعني مش غلط يعني عقادي يعني بس حاجة مش على طبيعتها ومع ذلك سيدنا النبي قال للسيدة عائشة قال لي لأ إن قومك حديث وعهد بالإسلام يعني لسه داخلين الإسلام فأنا مش عايز أفرق جمعهم ومش عايز أشتت الكلمة بتاعتهم نرجع بقى تاني ونقول إن الخلاف حدث بين الملايكة الخلاف حدث بين الأنبياء الخلاف حدث مع الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وهذا الخلاف زي ما حالك قلت أنا حابب لا هو الاختلاف يعني خلينا نبقى دقيقين أكثر ونقول إن هذا هو الاختلاف اللي أوصى بالإسلام وإنه هو سنة من سنن الله في الخلق وفي العبادة وفي التشريع وفي خلق البشر على اختلاف الألوان والألسنة والمذاهب لا مذاهب دي عشان بحباش المذاهب هنتخل لها دلوقتي المذاهب المذاهب دي مشكلة كبيرة عن خشنا لكن هي الفكرة إنه الاختلاف فضيلة يعني أنا في رأيي المتواضع ومن فهمنا لكلام الدكتور إنه الاختلاف فضيلة علينا إن إحنا نختلف بالشكل المحمود اللي قال عليه الدكتور عبد الشافي بمنطق إن إحنا نختلف من أجل الصالح العام نختلف من أجل إن إحنا نتعاون لنصل إلى الصواب نختلف لنتكامل نختلف علشان رأيي يكمل رأيك من أجل الوصول إلى الرأي الأمثل مش نختلف من أجل إنه بقى بنا خلاف وبنا شقاق وبنا عداء ثم تحدث الخصومة وهل اصدهرت الدولة الإسلامية والمكتبة الإسلامية لما ندخل دلوقتي المكتبة واللاقي صنوف من الكتب في شتى العلوم أنا ما بقولش علوم شرعية صحيح علوم الطب والهندسة والفلك والحديث والتفسير والفق إلا بناء على الاختلاف يعني فيه اختلاف محمود وبين دايما المقولة اللي بتقوله وفي اختلافهم رحمة هذه المقولة وإن لم تكن حديث لكن معناها صحيح بنسبة مئة بالمئة صحيح اختلافهم في إيه إحنا ليه بنحصر الخلاف إنه خلاف في مذهب ولا زي ما حضرك بتقول أو خلاف في مسألة خلافهم في المشارب أنا أحب الطب وغيري أحب الهندسة وغيري أحب التدريس وغيري أحب الفن وغيري أحب الرسم عشان الدنيا تتكامل تخيل يا أستامر لو كلنا أصبحنا أطباء الدنيا تقف صحيح لو كلنا أصبحنا مهندسين الدنيا تقف فلذلك ربنا سبحانه وتعالى المقولة وهي مش حديث وعلى فكرة ولو كلنا علماء دين الدنيا تقف الدنيا تقف مين اللي هيعمر الأرض ومين اللي هيعالج الناس ومين اللي هيجيب لهم حقوق طبيعي طبيعي يبقى إذن الاختلاف ظاهرة صحية وإحنا محتاجين إليها بس بضوابط شأن أي حاجة بيحتاج إليها البني آدم الأكل محتاج لضوابط الشرب محتاج لضوابط أي حاجة في الدنيا إحنا بنستعملها لازم تكون لها ضوابط طيب أنا عايز بقى معلز فضلتك يعني انطلاقا لصلب المشكلة عشان أنا بحب دايما نحن مع السادة المشاهدين كده ما نلفش ونظور في رحظة ما أنا مش عارفها معي وممكن نحاول نقف عليها مع بعض بدأت فكرة الوصاية على الحق في الإسلام يعني زي ما تفضلتك تفضل ربنا سبحانه وتعالى في آياته وفي محكم تنزيلي بيكلم عن الاختلاف وسنن الاختلاف وحكمته فيه الاختلاف الأنبياء قبل رسول الله كان منهم اختلاف ضربتنا أكثر من نموذك والاختلاف في عهد رسول الله ولم يعني ينفيه بل أقره وأكده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصالح العام ومن أجل وحدة المسلمين طول الوقت نعم طيب يبقى احنا بنتكلم على المصدرين الأساسيين في التشريع اللي هو ربنا ثم سنة نبينا أقروا ثقافة الاختلاف نعم انت بقى أول بزرة اتحطت بفكرة انه لا أنا الصح وانت غلط وبما ان انا صح وانت غلط انا من وجب ان انا احكم عليك او اقصيك او اكفرك الفكر ده تحديدا دخيل على الفكر الاسلامي القيور النقي طبعا الطاهش طبعا انا عايز اقول ان الصحابة اختلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مش بعد زمن النبي ايه دخل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات فانزل الله تبارك وتعالى سيدنا جبريل قال له خليك لابس بدلة الحرب وروح على المكان الفلاني الى بني قريضة طلع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلينا احدكم العصرة الا في بني قريض او من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلينا العصرة الا في بني قريض تمام احنا قدام نص النص ده وارد وصحيح وثابت بعد الخندق بس قدام نص سابت عن سيدنا النبي وكل سمعه بس كل واحد بيفهم النص هي ده النواء اللي تسلل من خلالها يبقى الفهم يبقى النص انا ما عنديش ابدا اطلاقا اشكالية في النص لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ايات القرآن الكريم لا لا في فهم وتفسيره المشكلية عندي في الفهم طب هو يجوز ان انا اختلف طبعا يجوز ما هو ربنا سبحانه وتعالى لو عاوز القرآن الكريم كله يبقى منهج واحد كان النبي فسره كان ربنا نزل كتاب لتفسير القرآن الكريم وانتهت المشكلة لكن ربنا قال لنا افلا يتدبرونا هو قاصد كده وقاصد ان يدي الاية تحتمل زي ايه او ساس ثامر زي انا بود حتة قماش للترزي الترزي ده واحد يعملها لي بانطلون وهي هي لحتة القماش واحد يعملها لي بدلة واحد يعملها لي قميص واحد يعملها لي كذا فالماتيريالز واحد ده نفس القصة بنتعامل بيها مع النصوص الشرعية الماتيريالز واحد الخامة اللي بتشتغل عليها وحدة طيب لما حصل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انقسموا الى فريقين فريق قال ايه اصل النبي اصده شوفوا اخي بدأ يختلف بدأ يأولهم النبي اصده شد حيلك يعني استعجل فانا هصلي العصر والحق سنطيع يضير من العصر ماشي ده مدرسة مدرسة قالت لا النبي قال ايه قال لا يصلينا احدكم والعصر الا فانا ملتزم بنص وبظاهر نص النبي صلى الله عليه هروح اصلي حتى لو رحت بعد العشة ده محق فيما ذهب الي وده محق فيما ذهب العجيب بقى انه لما عرض يعني هاتين او هذه القصة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اقرهما كأنه اقر التفسيرين اقر المدرستين مش هقول تفسيرين بقى او الفهمين اه او الفهمين كل فهم هيمثل لمدرسة في الفهم بعد كده صح ان مدرسة بتتمسك بظاهر النص ومدرسة تانية بتتمسك بالمعنى بالمعنى بما لا يصطدم مع العقيدة ولا مع الثوابت ولا مع غير ذلك مفهوم طب تسلل لنا ازاي حضراتي بتقول الاختلاف ده تسلل ما هو ده دخيل ده فكر فكر الاختلاف العدائي مش الخلاف الإيجابي الاختلاف العدائي تسلل ازاي لما بدأت بقى المذاهب مذاهب السياسية والمذاهب الفقهية فبدأ كل واحد يعرض بضعته ويدلل عليها بنصوص صح فبدأ يشد النص نحيته سستمر احنا بنمشي في الشارع للا واحد بتاع عصير لك وثقافهم ربهم شراب القهورة الى الان ده احنا عندنا ثقافة دي صحيح واحد فتح مستشفى واذا مردته فهو يشفي ده ثقافة عند الناس ايه صحيح فده من زمان مش دلوقتي فما بالك بقى ده يعني في الامور العادية فما بالك بقى لما حبوا انهم يطوعوا النصوص الدينية للمذاهب الفكرية والمذاهب الدينية والمذاهب العقدية فبدأ كل واحد يشد النص نحيته هو ده بقى الاشكالية طب هنا في مشكلة دكتور يعني لو رجعنا بالزمن لورا وبعد وفاة النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم كان المفروض الاسلام لسه قوي والدولة الاسلامية قوية ومتمسكة وبعد اللي عمله طبعا الخليفة رضو الله عليه ابو بكر وانا محب دايما اقول انه فضائل ابو بكر في السنتين اللي حكم فيهم كخليفة لرسول الله وحروب الردة وتشبطه بكل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اهم يعني عناصر انقاذ الدولة الاسلامية وثبتها لكن انا اصدل ان كان لسه الاسلام انزل كان جاز التعبير يعني فريش طازة لسه كان الرسول صحيح اه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه بين الصحابة وكان التعليمه وسلوكياته واحاديته وتصريحاته وارشاداته لهم موجودة فكان فكرة الابتدع في الاسلام ساعتها كان فكرة مكروهة او مظمومة او مش موجودة نعم وطالما فكرة المذاهب او فكرة المدارس ما كانتش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرها نعم فكيف ظهرت بعد رحيله واقرت واصبحت هي السمة التي تضربها الدولة الاسلامية للأسف شيء غريب جدا لما دخلت السياسة وبهذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وليحنا مال بالندل يا جماعة افصلوا الدين عن السياسة السياسة دي مجال والدين ده حاجة تانية خالص اذا دخل الدين مش هتعرف تشدهم من بعض مش هتعرف تفصلهم من بعض النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الامر بالنسبة لامتي دعا الله تبارك وتعالى ان لا يهلك امته بالسنين فاستجاب الله دعا الله تبارك وتعالى ان لا يهلكهم بكذا فاستجاب الله فدعا الله تبارك وتعالى ان لا يجعل بأسهم بينهم مش قالوا لا دي بقى لا فدي مصيء يعني عايز اقول ابتلاء ربنا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي تنبأ في حديث ثاني لما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وبعد كده شدوا عليها وعضوا عضوا عليها بالنواجز وسيكونوا بعد ذلك ملكا عضوضة لما يدخل الملك اللي هو السياسة لما تدخل بقى الاحزاب السياسية وكله احنا اللي شايفينه دلوقتي هو نموذج من اللي كان بيحصل صحيح على سيدنا النبي يلون النصوص عشان يطوعون مذاهب سياسية والدين بريء من الكلام ده كله وبيضحكوا على الولاد وبيضحكوا على شبابنا باسم الدين العجيب لما تلاقي الخطاب المتطرف وللأسف يؤسفنا نقول كده مليء بالآيات القرآني للأسف ومليء بالأحاديث بس العيب مش في الآيات والعيب مش في الأحاديث العيب في منطوع وحب أن يشد هذه النصوص عشان يطوعها لهدفه الخبيث لكن احنا ما عندناش ما بنكسفش من آيات القرآن ما بنكسفش من الأحاديث لأنه ده شرع ربنا سبحانه وتعالى الإشكالية في الفهم ختامنا يا دكتور كيف نعطي للمشاهدين دلوقتي اللي بيسمعونا رشدة طريقة تفكير تصل بنا إلى قبول الاختلاف وقبول الرأي الآخر وثقافة المحبة اللي قائمة على اختلاف الأراء وصولا إلى المصطحة العامة الموضوع كبير وكنت أتمنى نفرد فيه أكتر لا ماهونا كل عشان كنا بقول لحالك هي فسحة بس ندي نموذج وإن شاء الله الأسبوع يقادم نفسه وسلفنا الصالح ما سابلناشي الحتة دي قالوا لازم يعني شوف الإمام الشافعي رأيي ده على صغر الكلمات لكن ده مدرسة أيضا يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيه غيري خطأ لو إحنا مسكنا بس الجملة دي وطبقناها على كل اللي بنتكلم به في حد ذاتها ده منهج منهج ابدأ الحوار افتح باب الحوار لا تعتقد أن الحق المطلق زي ما حضرك بدأت الحلقة أو المقطع الفترة دي وقلت أن محدش يمتلك الحق المطلق إلا الله تبارك وتعالى ولا يعنف بعضنا بعضا ولا يعيب بعضنا على بعضا شو بقى أنا أقول لحضرك حديث صحابة رضو الله عليه مقول لك كنا نسافر على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المفتر ومنا الصائم فلا يعيب أحدنا على الآخر يا سلام على الثقافة ثقافة نقية لسه لم تتلوث بعد هي تلوثت بالأغراض اللي بعد كده حدش بيتعالى يقول له بقى ده صايم وانت فطر وانت فطره وانت شعب إيه والتريع عليه ده صايم وجنبه واحد مفتر ده بيقصرها واحد جنبه بيوتين ولا يعيب أحدنا على أحد هو ده النظام اللي أنا عايزه يا جماعة سيدنا السبكي الإمام السبكي رحمته الله اللي يقول لك الاختلاف في ثلاث إما أن يكون في الأصول وهذا حرام ما ينفعش اختلف في ربنا سبحانه وتعالى الأصول الثوابط قل هو ولذلك جاءت غير مايع يعني الآيات اللي تتحدث عن العقيدة آيات محكمة ما فيهش أدنى ميوع قل هو الله أحد الله الصمد أمر كات ما يقدرش نمرة اتنين الاختلاف في المصالح العامة وده برضو ما ينفعش حرام ليه للمصالح ما ينفعش أطرح موضوع للحرب مثلا يعني وقول ناخد رأيكم ده هبل سياسي ما ينفعش لأن ده مصالحة عامة فلابد أن يكون فيه ديكتاتورية بنوع ما ينفع لا أقبل فيه الخلاف لأن ده مصالحة عامة صحيح إيه اللي مسموح لي أن أنا اختلف الفروق ودايما لازم نعرف أن علماءنا الأفاضل لم يختلفوا في الأصول ولكن اختلفوا في الفروق بناء على نظرتهم للنص إذا فيه وقت أممكن أقول نموذج واحد في القرآن الكريم سريع يقول الله تبارك وتعالى في شرح آيات الوضوء في سورة المائدة ولما تكلم عن مسح الرأس قالوا وامسحوا برؤوسكم النص واحد وامسحوا برؤوسكم جم بعض العلماء قال لك البأ هنا إيه يعني إيه 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 ناس قالت البأ دي زائدة وده موجود في اللغة العربية صح وناس قالت البأ دي للطبعيد فمن قال أنها زائدة وهو محق قالك يجب مسح جنيع الرأس وده الإمام مالك ومن قال إنها للطبعيد وده برضو في اللغة العربية اللغة تساعده على كده جزء من الرأس طب الجزء ده برضو مها برضو الجزء ده فيه خلاق الجزء ده إما أن يكون ربع الرأس زي الإمام أبو حنيفة إما أن يكون ثلاث أصابع زي الإمام الشفعي ما قال إما أن يكون ثلاث شعرات زي ما قال الإمام إمام أحمد بن حنبل إذن هذا هو الاختلاف اللي يؤدي إلى الرحمة أنا عايز أقول ومن البرنامج الجميل ومن الفترة الدينية الجميلة نحن تبنى مبادرة شوف غيرك يعني إيه شوف غيرك اسمعوا حوروا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى فتح باب الحوار معه مع الملايكة وسمح لهم يتحور فتح باب الحوار مع الشيطان ويسابوا الشيطان يتحور مع ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيدينا درس إن بالحوار تحل كل المشاكل كأنه يقول إن التقدم بتاعنا والهدوء السياسي والهدوء النفسي والهدوء الاجتماعي يبدأ من هذا الحوار والحكمة تبدأ من هنا أشكرك شكرا جزيلا ربنا يفتح عليك وينفع بيك دايما وإن شاء الله ننتقي لقاءات كثيرة نفيد فيها سنة المشاهدين شرفتين وشرفتين يا دكتور شكرا جزيلا أشكر حضراتكم خلصت حلقتنا خلوا بالكم من نفسكم ودايما ننتقي على خير في أعمال